نقطة مهمة أريد أن أشير إليها قطعاً الحكاية فيها الكثير من النقاط التي تحتاج أن أقف عندها لكن الوقت لا يكفي لأن أسلط الضوء على كل نقطة فيها على كل نقطة مهمة فيها إنما سأوجه أنظاركم إلى نقطة أراها مهمة وأراها هي الأهم حينما قال ذلك الفتى المليح لعلي بن مهزيار أن خلي ناقتك فلما سأله علي بن مهزيار على من أخلفها ولا يوجد أحد ها هنا قال له هذا حرم القائم هذا حرم الأمان هذا حرم الإمامة هذا حرم القائم لا يدخله إلا ولي ولا يخرج منه آمنا إلا ولي هذه اللقطة لقطة تحتاج أن نقف عندها أن نتدبر فيها كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كل الحديث يمكننا أن نتلمسه هنا حرم القائم هذا هو الذي يجب علينا أن نبحث عنه أنا لا أتحدث عن حرم جغرافي هنا أنا أتحدث عن حرم القائم بدلالته المعنوية النوية الواسعة علينا أن نكون في حرم القائم النجاح حينما نكون في حرم القائم والفشل حينما نكون خارج هذا الحرم التوفيق حينما نكون في حرم القائم الخدلان حينما نكون خارج هذا الحرم الهداية الإيمان الحكمة الحقيقة القرآن هذه بيعة الغدير الثانية هذا هو حرم القائم حرم القائم بيعة الغدير الثانية ولذا دائما أصر على أننا نبايع البيعتين البيعتان الغديريتان البيعة الأولى البيعة العلوية والبيعة الثانية البيعة المهدوية أن نكون في حرم القائم أن نكون أوفياء للبيعتين أن نكون صادقين في أعمالنا وأقوالنا ونحن نعلن إيماننا بالبيعتين هذا هو الوفاء ببيعة الغدير الوفاء لبيعة الغدير للغدير الأول وللغدير الثاني أن نكون في حرم الإمام شرطان مهمان يجب علينا أن نوفرهما كي نتمكن من البقاء في حرم الإمام الشرط الأول العقيدة السليمة العقيدة السليمة العقيدة السليمة إنما تكون سليمة حينما تأخذ من المصدرين السليمين من القرآن المفسر بتفسيرهم ومن الحديث المفهم بتفهيمهم العقيدة السليمة العقيدة السليمة لقد لخصتها لكم وجمعتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك أعرف إمامك وأنا أخاطب أبنائي وبناتي الذين وجهوا رسالتهم إلي من البحرين أعرفوا أعرفوا قيمة هذه المجموعة العقائدية التي عنوانها أعرف إمامك تدارسوها ناقشوها فيما بينكم واحفظوا مضامينها بقدر ما تستطيعون الكون في حرم الإمام يحتاج إلى شرط أول الشرط الأول العقيدة السليمة ويحتاج إلى شرط ثاني الشرط الثاني الخدمة النظيفة المتواصلة حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي إنها خدمة نظيفة متواصلة أقرأ عليكم رسالة كتبها إمامنا الجواد إلى علي بن مهزيار أتحدث عن الراوية عن عمي علي بن إبراهيم بن مهزيار هذه عائلة موفقة إمامنا الجواد كتب رسالة إلى علي بن مهزيار الدورقي الأهوازي العراقي إنه راوية الحديث الذي يكون عمًا لعلي بن إبراهيم بن مهزيار الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة ماذا كتب إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه لعلي بن مهزيار بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أحسن الله جزاك وأسكنك جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا ماذا يريد هذا الرجل أكثر من هذا ماذا يريد علي بن مهزيار الأهوازي ماذا يريد أكثر من هذا يا علي أحسن الله جزاك وأسكنك جنته أقرأ أقرأ عليكم من غيبة الطوسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الصفحة الثانية والعشرين بعد المئتين يا علي يا بن مهزيار أحسن الله جزاك وأسكنك جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا يا علي يا بن مهزيار يا علي قد بلوتك بلوتك قد امتحنتك وخبرتك في النصيحة والطاعة في النصيحة لنا لمحمد وآل محمد في النصيحة في الإخلاص في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك هنيئا لعلي هذا كل هذا كان يقوم به والإمام الجواد يشهد له بذلك يا علي قد بلوتك وخبرتك في النصيحة في الإخلاص والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك فلو قلت الإمام يخاطبه بنفس الأساليب التي اعتاد الناس أن يستعملوها فلو قلت إني لم أرى مثلك لرجوت أن أكون صادقة فجزاك الله جنات الفردوس نزل فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد في الليل والنهار فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط بها الشيعة يغتبطونك بها الناس يغتبطونك بها فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط بها إنه سميع الدعاء هذه الخدمة التي أتحدث عنها مثل ما يقول إمامنا الجواد متحدثا عن خدمة علي بن مهزيار فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد في الليل والنهار هذه الخدمة النظيفة المتواصلة الخدمة النظيفة الإشارة إليها يا علي قد بلوتك وخبرتك في النصيحة الإخلاص والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك هذه الخدمة النظيفة المتواصلة فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد في الليل والنهار العقيدة السليمة مع الخدمة النظيفة المتواصلة سنملك ضمانا أن نكون دائما في حرم القائم هذه شرائط الكون المستمر في حرم القائم وشرائط البقاء والثبات والوجود إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا العقيدة السليمة التي تأخذ من المصادر السليمة والخدمة النظيفة نظيفة بإخلاصها الخدمة النظيفة والمتواصلة لابد أن نعرف من أن كثيرين في طريق الخدمة تسلب منهم الخدمة يسلب منهم التوفيق وتسلب منهم الخدمة وحينئذ سيطردون من حرم القائم على الأقل أنا أتحدث عن تجربتي في طريق لخدمة القائم كما أدعي لقد عايشت هذا ونظرت إلى هذا بعيني ولامست هذا لقد رأيت الكثيرين والكثيرين والكثيرين يطردون من حرم القائم يطردون طردا مخيفا ويتحولون إلى حالة مخيفة إنني رأيت من كان خادما للقائم صلوات الله عليه طرد من حرم القائم وتحول إلى ديوثه صدقوني تحول إلى ديوثه لقد رأيت هذا بأم عيني أمر غريب ديوثه من خدمة القائم وأوليائه إلى خدمة القوادين والقوادات من طعام يأكله في أجواء خدمة القائم من طعام حلال طيب إلى طعام قذر من أيدي القوادين والقوادات والعواهر والفاجرات ومثل هذا رأيت صوراً أخرى تقارب هذا تبتعد عن هذا لكنني رأيت ورأيت صوراً كثيرة في هذا الطريق يطردون من حرم القائم لماذا؟ لأن الخدمة صارت خدمة معارة هناك خدمة ثابتة الخدمة الثابتة تكون حينما نكون ثابتين في حرم القائم وشرائط الثبات في حرم القائم العقيدة السليمة والخدمة النظيفة المتواصلة أن تكون خدمتنا نظيفة وأن نواصل الخدمة وأن نحافظ على نظافتها وما نظافة الخدمة إلا إخلاصها إلا أن نكون مخلصين فيها حينما لا تكون العقيدة سليمة أو أن الشك يتطرق إليها وحينما لا تكون الخدمة نظيفة حيث يبدأ الإخلاص يتسرب منها فتأتي الخدمة وسخة من دون إخلاص فإن الخدمة الثابتة ستتحول إلى خدمة معارة وشيئا فشيئا حتى تسلب من الخادم وإذا ما سلبت فتلك علامة الطرد من حرم القائم وويل للذي يطرد من حرم القائم نذهب إلى فاصل الخلل في العقيدة السليمة يقود إلى خلل في الإخلاص في إخلاص الخدمة حينما لا تكون العقيدة واضحة وبينة في عقل الخادم وقلبه فإن الخلل في العقيدة هذا سيسبب خللا في الإخلاص وإذا ما خدش الإخلاص في الخدمة فإن الشيطان يشتغل على الخادم هذا كي يخدعه بطلب الرئاسة أنا لا أتحدث عن رئاسة العالم الرئاسة أمر نسبي قد تكون رئاسة على شيء صغير جدا من الدنيا لا قيمة له لكن الإنسان المولع بهذا الشيء يحاول أن يكون رئيسا في هذا الجزء الصغير من الدنيا من الدنيا أم كان ماديا أم كان معنويا المشكلة تبدأ من خلل في العقيدة السليمة العقيدة ما هي واضحة وجلية في العقل والقلب عند الخادم سيؤدي ذلك إلى خلل في الإخلاص والخلل في الإخلاص في الخدمة يفتح نافذة للشيطان أن يدخل من خلالها كي يدفع بالخادم لطلب الرئاسة بحدوده بحدوده الرئاسة أمر نسبي قد يتسع وقد يضيق إذا استطاع الشيطان أن يوصل فيروس الرئاسة إلى الإنسان انتهى ذلك الإنسان لأن الرئاسة مهلكة من طلب الرئاسة هلك قطعا أخطر أنواع الرئاسة حينما تكون في الأجواء الدينية حينما يتصارع جمع من الناس على الرئاسة في حسينية مثلا أو في مسجد مثلا فهذه رئاسة لأن الذين يتصارعون عليها سيجعلون كل تفكيره وكل قناعاته وكل عواطفه قائمة قائمة على ما بغض بغض النظر بغض النظر عن مستوى تلك الرئاسة هل هي المرجعية العليا أم أنه يكون مسؤولا على قبر أو قبرين يرعى أمرهما من قبور عامة الناس فالرئاسة أمر نسبي يختلف التوجه إليه من شخص إلى آخر بحسب اختلاف همة الأشخاص واختلاف اهتماماتهم ففي الرئاسة همة وفي الرئاسة اهتمامات وحينما تختلف مقادير الهمة وأنواع الاهتمامات يختلف الناس في مراتبهم في الرئاسة حينئذ من خلل في العقيدة إلى خلل في الإخلاص يقود إلى مهلكة الرئاسة إذا ما وصل الإنسان إلى هذه النقطة فإنه سيكون مضطرا أن يضع نفسه في الموضع الذي لا يناسبه أن يضع نفسه في موضع أعلى من موضعه إنه يطلب الرئاسة ومن ملابسات طلب الرئاسة أن يفترض نفسه أنه في مقام عال أعلى من المقام الذي هو فيه فإذا ما صار الإنسان في هذا المقام تشرب بالحسد الويل للإنسان إذا ما تشرب بالحسد وأخطر الحسد حينما يكون حسدا لمحمد وآل محمد هذا ما يقع فيه مراجع الشيعة مراجع الشيعة أخطر أمراضهم حسدهم لمحمد وآل محمد ولذا بشكل خفي وبشكل غير خفي يحاولون أن يجعل الأئمة كبقية الناس كتب مراجع الشيعة مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد وهذه أوضح علامة على إصابتهم بمرض حسد محمد وآل محمد وكذا الحال حينما يصبح الخادم حاسدا لأولياء آل محمد المشكلة الكبيرة هنا فيما بين الخدام وبين الشيعة فإذا ما تشرب الحسد في النفوس وما كان الخادم يستطيع أن ينفس عن حسده لأنه يعيش في الأجواء نفسها ولا يستطيع أن ينفس عن حسده سيتحول الحسد إلى حقد إلى حقد أسود وحينما لا يستطيع أن ينفس عن حقده أيضا سيتحول إلى انتقام وحينئذ سيخرجه ذلك من دائرة الرحمة حينئذ سيطرد من دائرة الخدمة وسيوكل أمره إلى نفسه وسيضيع ذلك الإنسان هذه الحقائق حقائق الدين وتطبيقاتها على الأقل بالنسبة لي إنني عايشت الكثير من هذه التطبيقات في حياتي في حياتي التي قضيتها في طريق خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل هكذا نقرأ في زيارة الندبة والتي وردتنا من الناحية المقدسة أقرأ عليكم من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه يا وراء ورقاية الله وستره وبركته أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني هذه العبائر تشير بشكل واضح إلى حرم القائم صلوات الله عليه يا وقاية الله وستره وبركته أغنني وفي نسخة أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني هذا المضمون الذي يحدثنا به أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 217 باب أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول بسنده بسند الكلين عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه مما جاء في هذا الحديث الشريف والله يا أبا خالد الإمام يقسم لتأكيد المعنى وإلا فإن أبا خالد لا يحتاج إلى قسم من الإمام الباقر صلوات الله عليه والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم إلى آخر الرواية الشريفة تدبروا معي في هذه الكلمات والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم بعد أن كان النور فيها في زيارة آل ياسين المعروفة التي نقرأها من المفاتيح من مفاتيح الجنان وأنا أقرأها عليكم من المفاتيح اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين هذا النور الذي يحدث إمامنا الباقر أبا خالد الكابولي عنه والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين هي هذه الأضواء وهذه الأنوار وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالات لمحمد وآله عليهم السلام الذي تتحول خدمته من خدمة ثابتة مستقرة إلى خدمة معارة تبدأ هذه الأنوار تنطفئ شيئا فشيئا حتى تنطفئ بكاملها وحينئذ يطرد من دائرة الخدمة هذه الأنوار في قلوب أنصار الحجة بن الحسن في قلوب خدامه تضيء لكل شخص بحسبه هناك من تضيء كل هذه الأنوار في قلبه وبشدة عالية وهناك من تضيء كل هذه الأنوار في قلبه ولكن بدرجة خافتة وهناك من تضيء بعض هذه الأنوار في قلبه من أراد أن تتوحج هذه الأنوار في قلبه أن يبقى في حرم القائم وإذا أراد أن يبقى في حرم القائم عليه أن يحصل العقيدة السليمة وأن يذكر نفسه دائما بها وأن يتدبر فيها وعليه أن يواصل الخدمة النظيفة كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي وعليه أن يجدد التوبة يوميا بين يدي إمام زمانه عليه أن يجدد التوبة يوميا يوميا وإذا ما فاتته في هذا اليوم فعليه أن يجددها في اليوم التالي وإذا ما فاتته في يومين فعليه أن يجددها في اليوم الثالث تجديد التوبة أمر أساسي دقق النظر في سورة النصر وهذه السورة ترتبط بعصر الرجعة لا ترتبط بعصر الغيبة ولا بعصر الظهور إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا تفعل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذا في عصر الرجعة ومع الفتح والنصر ومع أن الناس قد دخلت في الدين أفواجا إنه عمل في أكمل صورة ومع ذلك فإن القرآن يطالبنا بالمغفرة والتوبة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كل هذا العمل الناجح ولكن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا التوبة مطلوبة منا دائما التوبة تعطينا حصانة كي نستطيع أن نديم الإخلاص في خدمتنا إذا ما دام إذا ما دام الإخلاص في خدمتنا فإن فيروس الرئاسة لن يستطيع أن يخترقنا أما إذا اخترقنا فيروس الرئاسة فلنقرع على أنفسنا الفاتحة لأن طلب الرئاسة هلاك حقيقي ونهائي ولا نجاة من طلب الرئاسة خصوصا في الأجواء الدينية أكانت رئاسة كبيرة أم كانت رئاسة صغيرة إنها المهلكة بعينها أعيد لكم الخارطة الخلل في العقيدة يؤدي إلى خلل في الإخلاص والخلل في الإخلاص يؤدي إلى طلب الرئاسة وطلب الرئاسة يدفع الإنسان أن يضع نفسه في موضع لا يستحقه هو أعلى من مقامه إذا ما تورط بهذا فإنه سيقع في الحسد في حسد الذين هم أفضل منه إذا ما التهمته نار الحسد وما استطاع أن ينفس عنها سيتحول الحسد إلى حقد وإذا ما استطاع أن ينفس عن حقده سينقلب الحقد إلى انتقام وحينئذ سيطرد سيطرد من دائرة الخدمة لأنه سيحاول أن ينتقم من إمام زمانه أو من أولياء إمام زمانه أو من خدمة إمام زمانه سيطرد حينئذ لكن قبل أن يطرد لابد أن تنطفئ كل هذه الأنوار ولذا ستنقلب عنده الأمور سيرى الصدق كذبا ويرى الكذب صدقا ويرى الجهل علما ويرى العلم جهلا ويرى النور ظلاما ويرى الظلام نورا وكلما غالى في انتقامه وفي ابتعاده عن إمام زمانه وعن خدمة إمام زمانه كلما غالى في ذلك كلما انتكس وانتكس وانتكس وهذا هو الذي جرى على المرجعية الشيعية وعلى الحوزة الشيعية منذ أن أسسها أطوسي سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وإلا كيف صار أكثر مراجع الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كيف صار هكذا المشكلة بدأت من خلل في العقيدة نقضوا بيعة الغدير مثل ما قال لهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد والتي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة مذجنح كثير منكم الإمام يخاطب مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء نقضوا بيعة الغدير خلل في العقيدة أدى إلى خلل في الإخلاص فقادهم إلى طلب الرئاسة المهلكة وشيئا فشيئا أكلهم الحسد وشيئا فشيئا طردوا فصاروا بهذا الحال من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا هو واقع علماء الشيعة واقع مراجع الشيعة فما حال الشيعة الذين يقلدونه حالهم أسوأ ضلوا وأضلوه والحال هذا يجري على المجتمع الشيعي عموما وعلى الأفراد وكنت أحدثكم عن الذين يدعون خدمة صاحب الزمان يجري عليهم ما يجري بنفس هذا الاتجاه وبنفس هذا المعنى المطالب كثيرة وكثيرة جدا لكنني أختم حديثي بما جاء في الرسالة الثانية التي بعثها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد يخاطب مراجع الشيعة وعلماء الشيعة ويخاطب الشيعة عموما أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة الإمام يقول فما يحبسنا عنه ما يحبسنا عن مراجع الشيعة وعن الشيعة لماذا لا نلتقي بهم فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه الإمام تارة يحبس نفسه عنه وأخرى يحبس فيضه عنه وكان حديثي عن الخدمة في حرم القائم كان حديثا يشير إلى هذه الجهة إلى جهة أن الإمام يحبس فيضه عنه فنطرد من حرم القائم ومثل ما جئتكم بهذا المثال من خادم للقائم إلى هديوث من خادم للقائم إلى خادم لأولئك الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من خادم للقائم إلى خادم لعبادي حسن البنة وسيد قطب إلى 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 لعبادي فما يحبس عنهم صاحب الأمر يقول ما يحبس نا عن مراجع الشيعة إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم فالإمام أوكل أمورهم إلى أنفسهم فعبثوا بشيعة وقبل أن يعبثوا بشيعة عبثوا بأنفسهم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أحسلكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله اشتركوا في القناة